موسيقى أنا فيصل علام بحث مصري في مجال النحل والعسل كنا عاوزين ندخل كباحثين أو نعرف الناس كباحثين بتجربة أو بشغل جديد أو بحاجة تتنسب مع جميع الأزواق في الأعسال بالتحديد بدأنا على بحث اللي هو أعسال القدماء المصريين العلاجية إيه هي الأعسال اللي كان المصري القديم بيستخدمها كان بينتجها فين كان بينتجها في أي وقت اشتغلنا على البحث مع باحثين من حوالي من 12 ل 22 دولة أنتجنا عسل السدر، أنتجنا عسل الصمر، أنتجنا عسل البردقوش، أنتجنا عسل الموالح أنتجنا عسل البرسيم، أنتجنا الأعشاب الطبية، أنتجنا الأعشاب الصحراوية قدرنا ننجح والحمد لله ان احنا ننتج اعسال مطابقة للمواصفات العالمية ومطابقة للمواصفات المصرية القياسية بشكل ومزاق وبجودة فريدة من نوعها مش هقول تتماثل مع السدر الاماراتي والسعودي هقول تفوقه في الجودة تفوق السدر الاماراتي والسعودي في الجودة بتاعته قدرنا والحمد لله ننتج الاعسال اللي تستخدم كاعسال علاجية اعسال العلاج مش اللي هي الاعسال اللي بتلاقيها بعض الناس منزلينها في السوق اللي بيكون معمولة بصيرب او النحل بيكون بيتغزة على السكر اثناء الموسم انتجنا عسل علاجي بنسبة 100% ونجحنا في التجربة دي بفضل الله والحمد لله بعد ما عملنا اللي هو عسلنا العلاجية حبينا بقى ندخل بحاجة فريدة وجديدة من نوعها في السوق اشتغلنا مع الباحثين وانتجنا العسل الابيض الكريمي لأول مرة في جمهورية مصر العربية قدرنا ننتج العسل الابيض الكريمي بعد ما انتجنا العسل الابيض الكريمي اضفنا اليه الفاكهة المصرية الطبيعية نزلنا وجبنا المنجة من الاسماعيلية وجبنا التين البرشومي من مرسى مطروح وحتى التين الشوكي نزلنا الاليوبية وجبنا التين الشوكي من الاليوبية واشتغلنا عليه اضفنا الاول مرة كبحثين على مستوى العالم الفاكهة المصرية للأعسال اشتغلنا في البحث بتاعنا ان احنا ازاي ندمج الفاكهة الطبيعية بدون اضافة اي مركب كيميائي بدون اضافة اي لون صناعي بدون اضافة اي مكسبات طعم الناس اللي بتغش في الاعسال بيجيبوا اسانس اللي هو البرتقان وبيحطوه على برميل مليان عسل بيغير لونه وطعمه ورحته ويتوهم العميل اللي بتغش في العسل ان ده عسل طبيعي ورحته طبيعية وطعمه فيه اللي هو البرتقان كل الكلام ده كلام مش مزبوط وكل الكلام ده غش الهدف ان احنا كنا عاوزين ننتج منتج مصري 100% صنعة في مصر ما كانش يكون عليه اي اضافة لاي شغل هيبقى موجود في المنتج بتاعنا موجود من برا فاعتمدنا على المنتج المصري على الاعسال المصرية الطبيعية اعتمدنا على الفواكه المصرية الطبيعية اشتغلنا الفكهة فريش من الموس مباشرة على العسل ما كانش عندنا زي ما تكلمنا اي مركب كيميائي كان دور اللي هو معانا البحثين كان معانا بحثين زي ما قلتم من حوالي 12 دولة زارنا هنا بحثين من روسيا وزارنا بحثين من اوكرانيا اشتغلنا مع بعض على البحث العلمي انتجنا المنتج مصري 100% صنع في مصر بدون تدخل او بدون اضافة اي مركب او اي عسل او اي فكهة او اي زي ما قلنا حمد لله خاليين الشغل بتاعنا وخالي من مكسبات الطعم خالي من المركبات الكيميائية منتجنا مصري 100% صنع في مصر فترة اللي فاتت المدن الجديدة وشبكة الطرق اللي موجودة في جمهورية مصر العربية وفارة مناخ وبيئة مش هقول جاذبة لا هقول فوق الجاذبة لينا كمستثمرين وكباحثين ان احنا نيجي ونبدأ ونشتغل من مصر الحاجات اللي موجودة دي هي الحاجات اللي احنا بيها بنعرف نستثمر انا لو عندي دلوقتي مزرعة او عندي منحل او عندي مصنع نحل لازم بختار المكان اللي انا فيه واختار هيبقى موجوب ما بينه وما بين اسكندرية علشان المينة اللي هقده يصدر منها هيبقى المسافة قد ايه لما ببحث الامور دي كلها عندي متاحة بنسبة 200% موسيقى